بيبدأ الفيلم في بيت جيم وبنشوف صندوق غريب غامض وجيم واقفه معاه البندقية وبيوجهها ناحية الصندوق وبيتفتح الصندوق لوحده وبنلاحظ وجود زوجة جيم المريضة وقاعدة تبصه للصندوق وفجأة مخلوق صغير بيخرج من الصندوق وبيحاول جيم يضربه بالنار لكنه بيفشل وبيروح المخلوق الغريب ويهجم على زوجة جيم المريضة وبيقتلها وبيرجع المخلوق للصندوق مرة تانية عرف جيم ان هو اللي عليت دور وقرر يتخلص من الصندوق علشان كده راح لأمه اللي عايشة لوحدها في البيت واهدالها الصندوق ولما أمه سألته قال لها انه لعبة بسيطة بس لازم تهديه لحد بتحبيه والأم أول ما أخذت الصندوق بدأ الصندوق في تشغيل العداد من الأول في اللحظة دي الأم قالت لجيم ان أخوه آدم وإسرته موجودين معها في البيت حس جيم بالفزع وسب أمه ومش بسرعة والأم مستغربة ومش فهم حاجة ودخلت البيت وقررت تهدي الصندوق لأدم لأنه ابنها اللي بتحبه وأول ما أدم بياخد الصندوق العداد بيتصفر ويبدأ من جديد بعدها بتظهر أنا بنت أدم وبتتكلم مع صديق المستقبل تيلور عن الخلافات المستمرة بين أبوها وأمها وإن دا بيسبب لها كتير من المتاعب وتيلور بيكلمها عن مستقبلهم وأنها خايفة أن تكون علاقتهم زي أبوها وأمها بعد الجواز بعدها وفي نص الليل بيظهر الصندوق وبدأ العد التنهزولي بيتفرج على التلفزيون وبيطلب منه أبوه أنه يطلع ينام وطلعت شارلي قطه بس يسمع أصوات غريبة في قوضة جدته ودخل القوضة وشاف المخلوق وهو بيقتل جدته وحست شارلي بالخوف الشديد وهرب فورا من هناك وشاف المخلوق وهو بيرجع للصندوق مرة تانية وتاني يوم لما جات الشرطة هناك أخدوا الجثة ومش فاهمين أسباب الوفاة لأنها تقتلت بأسلوب غريب ولأن الشرطة ما لقيتش دليل على الجريمة اعتمدت على أسلوب التحريات وبدأوا في استجواب آدم وأسرته لكن شارلي قال للشرطة أن اللي قتل الجدة مخلوق غريب جوه صندوق والشرطة أخدت صور للصندوق رغم أنهم مش مصدقين شارلي وظابط الشرطة قال لشارلي مفيش حاجة اسمها وحش بس لو فيه برضو هنقبض عليه وبيخرج المحقق بعدها بتدخل أنا البيت ومعها تيلور وآدم بيزعق لها علشان خرجته ما رجعتش وبدأ في طرح الأسئلة عليها لكن أنا بتجاوب أن هو السبب في خروجها من البيت بسبب خناقتهم هو وأمها وتيلور قاعد بدون اهتمام آدم حاول يطرده من البيت لكن أنا رفضت وطلبت من تيلور الجلوس وبدأ آدم يهدي من غضبه وقال لأنا أن جدتها تقتلت وحست أنا بالحزن على جدتها وبكت وقال لها أن محدش يعرف من اللي قتلها وتشارلي قال لهم للمرة الثانية أن اللي قتلها وحش مستخب جوه الصندوق لكن محدش صدقه وآدم وبخه وطلب منه يسكت مشكلة أن يحتفظ به لنفسه ووافق آدم وتيلور أخذ الصندوق وبمجرد ما لمسه وبيتفتح الصندوق قدام الجميع وبيخرج المخلوق قدام الأسرة كلها وهرب آدم وتشارلي وزوجته وهرب تيلور وأنا برا البيت وبدأوا يجروا ناحية العربية والمخلوق بيطردهم لكن أنا نسيت مفتاح العربية وطلب منها تيلور أنها ما تتأخرش وخرجت أنا من العربية وثابت تيلور ولما تأخرت خاف تيلور ورجع وراها للبيت وفجأة بيقتلوا المخلوق قدام الأسرة كلها وحس آدم وأسرته بالزعر وتأكدوا من أن المخلوق ده هو اللي قتل الجدة بعد ما رجع المخلوق للصندوق مرة تانية وأنا بعدها عاوزة تتصل بالشرطة لكن آدم رفض لأنهم لو اتصلوا بالشرطة الشرطة مش هتصدقهم وهتعتبرهم مشتبه فيهم وهتقبض عليهم وقرر آدم يخفي جس التيلور في مخزن في الدور السفلي وخد الصندوق وراح عشان يرجعوا الأخو جيم في بيته وجيم قابله بغضب شديد وطرد آدم من البيت آدم قال له انت ليه قتلت أمك قال له علشان تجنب خطر الصندوق لازم يهديه لشخص بحبه وكمان ما كنتش عرف أنكم موجودين معاها والأم كده كده كبرت في السن وكانت هتموت وآدم أخد الصندوق في العربية ومشي بعيد ورمز الصندوق في المية وفي نفس الوقت زوجة آدم بتكتشف أنه العلاقة بستة تانية ولما رجع آدم للبيت واجهته زوجته بعلاقته حاول آدم يشرح لها لكنها رفضت تسمعه وثابته ينام في الصالة ولما صاح من النوم اتفاجئ بالصندوق قدامه وحس بالخوف لأنه كان رماه في المية وحاول آدم يدمر الصندوق بأسلحة مختلفة ومقدرش يدمر الصندوق وفي كل مرة بيرميه بيرجع للبيت مرة تانية بعدها آدم بيحكي لزوجته جولي قصة الصندوق اللي عرفها من جيم وقال لها أنه هيهديه دية لصديقته لأنه بيحبها بتغضب جولي وقالت له أنها مش هتقتل حد بريق وقررت تنتظر خروج المخلوق ومعها مسدس وقعدت وهي مستعدة لمهاجمته طول الليل بس بيغلبها النوم وبتظهر آنا وهي نايمة في سريرها ودخل لها المخلوق الصغير من تحت الغطى وبدأ في قتلها وسمع آدم وجولي صوت صراخ آنا ولما وصلوا لها لقوها ميتة وآدم أخذ جسيتها للدور السفلي مع جس التيلور ودلوقتي جولي بدأت تغير تفكيرها لأنها خايفة تخسر ابنها الوحيد علشان كده طلبت من آدم يهدي الصندوق لصديقته وراح فعلا آدم لبيت صديقته وبمجرد ما شافها إدها الصندوق لكن العداد ما اشتغلش المرادة لأن الحب اللي بينهم ما كانش حب حقيقي وفجأة خرج المخلوق وقتل صديقة آدم فورا وحس آدم بالخوف لأن الصندوق لسه مرتبط بي وبعيلته واتصل بزوجته وطلب منها تسيب البيت فورا لأن فيه خطر عليهم وقال لها أن صديقته ماتت وآدم أخذ الصندوق وقعد لوحده في البيت ومعاه المسدس وانتظر خروج المخلوق علشان يقتله وقعد يدور على طريقة يخرج بيها من المأزق لكن المخلوق مخرجش من الصندوق في الليلة دي وتاني يوم الصبح اتصل آدم بزوجته جولي علشان يطمن عليها وعلى تشارلي وقالت له جولي أن تشارلي نايم بس بمجرد آدم ما اتصل بالتليفون بيتفتح الصندوق ويخرج المخلوق وحاول آدم أن يقتله بكل قوته لكنه فشل وهرب المخلوق من البيت وتوجه لمكان تاني حس آدم بالزعر وجري بسرعة للمكان اللي في زوجته ومجرد ما دخل للغرفة لقى ابنه في مأمن بس لما راح لجولي كان فات الأوان والمخلوق قتلها عرف آدم أنه مفيش فايدة من الاختباء أو الهروب من الصندوق وبياخدت شارلي للبيت وبيتغير المشهد لزابط الشرطة وراح لسيدة من اللي عندها معلومات عن الأساطير واسمها موريا وعنده فضول يعرف معلومات عن الصندوق وقدرت موريا تتعرف على الصندوق وقالت للمحقق أن الصندوق ده بيتورس بين الأجيال ولازم يتنقل من كل شخص للأشخاص اللي بيحبهم ولما بيرتبط بالشخص الجديد بيقتل كل اللي بيعيشه معاه ويفضل كده لحد ما ينتقل لشخص جديد ومستحيل التخلص منه أو تدميره والطريقة الوحيدة للتخلص منه أن الشخص المرتبط به يهديه لشخص تاني وإلا هيقتل صاحبه ويستنى أول شخص جديد يلمسه والعداد يبدأ من جديد علشان يبدأ فئات لكل اللي حواليه وفي العصور القديمة كانوا بيستخدموا الصندوق كسلاح عن طريق إهداءه للعائلات لأن شكله أسري وجميل وحسب الأساطير كانوا بيسموا المخلوق الجواه الإمبراطور الساقط والظابط لما سمع الكلام ده ما كانش مصدق موريا وقال لها هل ممكن الصندوق الصغير ده يكون شديد الخطورة لكن موريا قالت له دي مجرد أساطير وبنرجع لبيت آدم ولما صح من النوم لقى الصندوق جنبه وملقشت شارلي وفضل يدور عليه في كل مكان في البيت وكل ما يروح مكان يشوف الصندوق وبينزل الدور السفلي ولقى آدم واقف قدام جسد أخته أنا وفي نفس الوقت الشرطة لقيت جسد جوليا زوجة آدم في الفندق والظابط صديق المحقق قال له أكيد آدم وراء عملية قتل زوجته أمه وبتوصل الشرطة فعلا لبيت آدم وبدأوا في تفتيش البيت لكنهم ملاقوش آدم وملقوش أي حاجة تانية لأن آدم أخد الجسس وخرج مع تشارلي علشان يدفنها وبيظهر آدم وتشارلي وهم في البيت وآدم قال لتشارلي لو خرج المخلوق لازم تبعد عن هنا فورا وتجري وما تبصش أبدا وراك وفي نفس اللحظة تفتح الصندوق وخرج المخلوق لكن آدم المرة دي بيستخبى في مكان وضرب ناره وموته وبيخرج تشارلي وهو سعيد بيموت المخلوق وبيحضن أبوه لكن المخلوق وحاول يمنعه لكن بيغم عليه والكائن ده بيسيبه مغم عليه ورحل تشارلي وعارف تشارلي إن هو المقصود ومش عارف يتصرف وقبل ما يهجم المخلوق على تشارلي وصل جيم وضرب المخلوق بالنار وموته وفوق آدم لكن آدم أول ما شاف جيم ضربه بكل قوته لأنه هو السبب في كل المتعب دي لكن جيم قال له مفيش وقت لأن المخلوق هيخرج مرة تانية من الصندوق وخرج المخلوق من الصندوق وقتل جيم فورا قبل ما يضربه بالنار ودخلوا الصندوق مرة تانية وفي اللحظة دي دخلت الشرطة وقبضت على آدم وحاول آدم يشرح لهم كتير إنه الصندوق ورا كل الوفيات لكن ما حدش بيسمع له بعدها بيخرج المخلوق من الصندوق مرة تانية لكن المرة دي حجمه بيكون أكبر بكتير وكل ما يقتل حد من الشرطة حجمه بيزيد والشرطة خايفين ومش عارفين يتصرفه وجرت شارلي بسرعة ودخل البيت والظابط فك الكلبشات لآدم علشان يلحق ابنه ودخل آدم البيت ورا شارلي ودخل وراهم زابط الشرطة وزابط الشرطة مسكوا الصندوق بدون أي تفكير وبدأ الصندوق يعمل أعادة ضبط للعداد من جديد وفي اللحظة دي صغر حجم المخلوق مرة تانية ودخل الصندوق وهو في إيد المحقق اللي ورس لعنة الصندوق هو وكل اللي عايشين معاه وبيحبهم وده نهاية الفيلم أصدقائي وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة